بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم اسكير عبدالعلي MVP ميكروسوفت والMVP أمبر قدير وتكليد نواصل في دورة البايثون وهذه المرة سنبدأ دورة جديدة خاصة بخدمات الواب سنشرح ما هي خدمات الواب وخدمات الواب سنبدأ بFast API هناك ثلاثة رئيسية يعني المشهورة هي Fast API و Flask و Django سنبدأ بأشهرها هي Fast API يعني جانجو هو مشهور جدا لكن مقارنة بالوقت التي اشهرت فيه Fast API والمدة الطويلة التي اشهرت فيها جانجو فهذا يدل أن Fast API سيكون أسرع في الشهرة من جانجو في المستقبل لذلك سنبدأ بFast API وهذا لا يمنع أيضا أن نتعامل مع جانجو ولسبب الثاني سأشرح لكم في هذه الدورة إن شاء الله أو في هذا الدرس السبب الثاني الذي جعلني أفكر أولا في Fast API ثم نرجع إلى جانجو أولا الواب عند جماعة البيثون يعني عندما نأخذ مبرمج في لغة الجابا مبرمج في لغة C-Sharp مبرمج أيضا في البياشبي عندهم خبرة في الواب يعرفون كيف تطور الواب من البداية كانت عندهم نظرة أولية أما جماعة البيثون لأنه جديد لأنه ليست لغة الجديدة بل استعمالات البيثون في سوق العمل الجديد فمباشرة عند التخرج يدخل مباشرة إلى هذا العمل فلا يفرق ما بين خدمات الواب ما هي تطبيقات الواب متى سنستعمل جانجو متى سنستعمل فلاسك متى سنستعمل Fast API هل هي مطلوبة؟ لا كل هذا سنجيب عليه إن شاء الله في هذا الدرس فهذا الدرس مهم جدا لذلك بدأته من الصفر لنفهم أولا ما هي أنواع التطبيقات في سوق العمل لا نتكلم على مناصب العمل لأن هناك أيضا مناصب ما هو Devops ما هو Scrum Master ما هو Product Owner ما هو المبرمج ما هو Tech Lead ما هو DSC ما هو مدير التطبيقات فالحماية Cyber Security يعني هناك المناسب كثيرة جدا لكن هنا نتكلم على أصناف التطبيقات فهناك تطبيقات خاصة بتطبيقات سطح المكتب يعني يصنف المبرمجين يقول أنا اختصاصي تطبيق سطح المكتب يعني ممكن أن يكون متعدد الاختصاصات يعني يعمل واب وسطح مكتب ويعمل موبايل ويعمل كل شيء يعني هذا أكيد لكن عندما تأخذ فريق عمل لإنشاء تطبيق معين فتقول أنا أريد إنشاء تطبيق سطح المكتب فكذا فأخذ مبرمجين لتطبيق سطح المكتب أريد تطبيق موبايل فأخذ مبرمجين لتطبيق الموبايل وهكذا هناك أنترنت الأشياء هناك الذكاء الاصطناعي هناك تطبيقات الواب سنركز على هذه النقطتين الذكاء الاصطناعي والواب في هذه المرحلة الأنظمة المدمجة والأردينيو وأيضا تطبيقات الألعاب تطبيقات الأمن وسكريبتات الخاصة بالحماية وحماية المواقع والتطبيقات بصفة عامة وأيضا تطبيقات إدارة المواقع الإلكترونية مثل السيماس وإدارة المؤسسات مثل الوربي والسيارام وإلى آخرية وهناك الكثير كثير جدا من أنواع أو الأصناف الموجودة في سوق العمل من أصناف أنواع تطبيقات الآن سنركز قلت على شيئين أساسيين هو تطبيقات الواب لماذا تطبيقات الواب لأنها الأكثر شهرة في سوق العمل إذن المبرمجين الواب هم الموجودين بكثرة في سوق العمل والطلب عليهم بكثرة ونضيف الذكاء الاصطناعي لأن سنتكلم على تقسيمات كان ذكاء الاصطناعي يعني فقط عبارة عن خوارزميات عبارة عن بعض المكتبات لكن تطور الوضع كثيرا جدا 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 حاليا لذلك سنركز على النقطتين هذه بدون داتا لا يوجد لا ذكاء اصطناعي ولا تطبيقات واب ولا سطح مكتب ولا ولا شيء يعني الربط أو همزة الوصل ما بين كل هذه الأنواع أو الأصناف هي البيانات فالبيانات ما دامت البيانات أصبحت عملاقة والبيانات تأتي من كل مكان والبيانات تدمج في كل مكان وندمجها في مكان واحد ونستغلها وندرسها ونتخذ بها قرارات فأصبح لها علم فهذا ما يسمى بعلم البيانات ففي علم البيانات نجد أيضا اختصاصات فهناك من يعمل collect يعني يجلب فقط الداتا ويجمعها ويضعها في مسودع بيانات هناك من يستغل هذه البيانات ويقدمها إلى مصادر خارجية في شكل خدمات واب وهناك أيضا من يقوم التحليل والتصنيف والترانسفورم إلى آخره من هذه البيانات إذن أصبحت البيانات أيضا عبارة عن مجموعة هائلة من مناصب العمل والاختصاصات من بين أو أشهر الاختصاصات التي شرحناها في دورة كبيرة موجودة على القناة هي مهندس البيانات الذي يعتمد على أساسا على إما extracts transform load يعني ETL أو ELT وشرحنا بالتفصيل Panda وكيف نتعام مع الداتا يعني كيف نجلب الطاطة من مختلف المصادر ثم نعملها transform ونعملها load وانتهينا من هذه الدورة الآن سندخل إلى ماذا سيستطيع عمله بعد ذلك مهندس البيانات وهل هو مهندس البيانات الذي يقوم بفعل ذلك أو مهندس البرمجيات إذن حاليا في سوق العمل مهندس البيانات مطلوب بكثرة ومشهور جدا مثله مثل مهندس الواب فأيضا مهندس الواب مطلوب ومشهور ونحتاجه دائما في إنشاء تطبيقات الواب إذن تطبيقات الواب أيضا هي عبارة عن أصناف وعدة طرق وفروموركات أيضا بكل لغة نجد عدة فروموركات وكل فرومورك يقدر ينشأ لك سنف أو سنفين من أو طريقة أو طريقتين من تطبيقات الواب أشهر أنواع التطبيقات الواب التي الآن أصبحت تعرف بباك وفرومت يعني عندي منطقة في الباكنت لعنده روليسن مع قواعد بيانات وملفات وإلى آخره ومنطقة الفرونت وهي خاصة بكل ما هو UIX أو User Interface لكن هناك السيرفر سايد هناك يعني منولوتيك وهناك أيضا ميكرو سيرفيز حيث تكون عندي مجموعة كبيرة من الخدمات وكلها عبارة عن أرشيتكتر أو باتيرن وكل باتيرن نجد فيه فرومورك حسب اللغة أيضا التي نختارها في تطبيقات الواب الآن لنركز على نقطتين ما هي خدمات الواب وما هي تطبيقات الواب لأننا عندما نتكلم على جونجو وفلاسك وفاست أبياي لابد أن نعرف ماذا نريد أن نعمل هل نريد أن ننشئ تطبيق واب أو ننشئ خدمات الواب قلنا بايثون يستعمل في الداتا في معالجة الداتا والداتا في الأخير بعدما نعملها كما قلنا مهندس البيانات يعمل كل هذا الترانسفورم لابد أن يدرج هذه الداتا في الداتاورهاوس عندنا ما نأخذ القرارات وبعد ذلك مهندس الداتا الذي أو علوم الداتا يقوم بعمليات معينة مع الذكاء الاصطناعي لاستخراج أمور يعني تفيدنا تفيد مؤسسة في هذه البيانات بعد ذلك ربما نرسلها إلى مكان ما أو نعطيها لزبائننا فكيف نعطيها إياها؟ هل سنبرمج لهم تطبيقات واب أو نبرمج لهم خدمات الواب فما هي خدمات الواب؟ خدمات الواب لا تحتاج إلى واجهات مستعمل فخدمات الواب هي عبارة مجموعة من الميطودات هناك يعني شرح هنا هي مجموعة من الميطودات أريد كذا فيعطيك كذا أريد أن تفعل كذا على مستوى القاعدة فتقوم بفعل كذا أنت تأمر وتنتظر منه الإجابة يقول لك أن تم العمل الشيء الذي طلبته تم بنجاح أم لم يتم بنجاح؟ هل تريد قائمة؟ هل تريد كذا؟ هل تريد استعلام؟ هل تريد collection؟ هل تريد عنصر واحد؟ كلها عبارة عن ميطودات إذن خدمات الواب هو عبارة عن خدمة توفر لك مجموعة من الميطودات هذه الميطودات تطلبها بعد ذلك أنت حر تدرجها في ماذا؟ في تطبيق موبايل تدرجها في تطبيق واب تدرجها في تطبيق سطح مكتب تدرجها حتى في تطبيق يعني ألعاب أو تطبيقات أخرى فأنت حر تفعل كما حتى في سيرام يعني حتى يعني آخر ما قمت به أنا ضفت يعني بعض رس أبياي لي في سيرام الذي يأتي بالضغطة ويدرجها في قاعدة البيانات سيرام الخاصة به فخدمات الواب تستعمل في أي مكان يستطيع الزبون لا يريد ولا واجهة يقول لك أنا أريد خدمة تعطيني كذا وكذا فهذا كل شيء يعني عبارة عن ميطود تشتركها مع الزبون هذا هو بمعنى خدمات الواب وخدمات الواب هي أصناف كثيرة سنتكلم عليها بعد قليل أما تطبيقات الواب فتطبيقات الواب هي التي تكون عندها يعني واجهات تفتح على المتصفح فالمتصفح نفتح المتصفح ثم نعمل يعني هناك فرميلار نضغل البيانات نضغط على الأزرار إلى آخره فهذه تسمى تطبيقات الواب بعد ذلك هل هي تطبيقات فرونت وباك هل هي تطبيقات سيرفر سايد هل تطبيقات ميكرو سيرفيس هذا أشياء أخرى يعني ديطاي هي تفاصيل لما هو واب يعني عندما ننشئ تطبيق واب أو خدمة واب يعني كليهما لابد أن تشتغل هذا التطبيق يعني مثل سطح المكتب لابد أن نعمل تثبيت لتطبيق سطح المكتب على الجهاز كي ينثب كيف تشتغل تطبيقات الواب لابد أن يكون عندي سيرفر خادم واب وهذا هو الذي يسميه خادم الواب وأشهر ما هو أباش طومكات هناك إياس خاص بميكرو سوفت هذا ما الأشهر يعني وهناك العديد من خوادم الواب إذن كي يشتغل فلاسك اللي هو عبارة عن خدمة واب لابد أن نثبت أولا ماذا خادم واب لكي تشتغل الخدمة لابد أن يكون هنا عندي خادم أوكي فهناك كما قلت الكثير من خدمات الواب من خوادم الواب بعد ذلك نتكلم على خدمات الواب خدمات الواب أيضا كثيرة أنا ذكرت فقط أربعة هنا لكن هي كثيرة أقدمها هي السوب يعني في السابق كنا نستعمل خدمة واب سوب لأننا كنا نستعمل نريد يعني استرجاع بيانات في شكل إكسامل هي مجموعة من الميتودات أيضا نريدها أن نسترجعها وأيضا نطلب من المستعمل أن يدخل هذه البيانات فأعطيه مجموعة من البيانات في شكل إكسامل وهو يقوم بإدراجها في قاعدة البيانات أو في ملفات أو في أي مكان أراد بعد ذلك رس أبياي ثم جير بي سي ثم غراف كيال الغراف كيال مساهمة كثيرا أيضا عند الزبائن كخدمة واب حيث لا يطلب مننا عناء كثير في إنشاء الميتودات نعم الميتود واحدة والزبون هو الذي يعمل الكويري يعني يعمل الاستعلام على مستوى اليرال فيقوم بالفلترة يقوم بالسيرش يعني في على مستوى اليرال هو الفرق ما بين الرس أبياي والغراف كيال فقط هو سوبلاس يعني هناك سهولة في التعامل مع الكويري على مستوى الغراف كيال جير بي سي يستعمل في التخاطب هو بروتوكول أيضا آخر لخدمات الواب ويستعمل غالبا للتكلم بين بعض الخدمات فيما بينها هذا يعني العمل الأساسي الذي يستعمل فيه الجير بي سي أكثر شهرة هو رس أبياي لماذا أكثر شهرة لأننا قلنا الواب تطبيقات الواب هي الأكثر شهرة في سوق العمل وبما أننا في يعني التكنولوجيا الجديدة أو الطريقة الجديدة لإنشاء تطبيقات الواب تعتمد على باك وفرونت فالباك يستعمل بماذا بخدمة واب نسميها رس أبياي أوكي إذن حاليا في سوق العمل عندما تذهبين مبرمينين جنجافا يقول لك أنا أستعمل سبيرينج بوت رس أبياي والفرونتاد أنجيلار مثلا جماعة دوت نت أيضا يقول لك أنا أستعمل دوت نت كور في رس أبياي ومثلا فيو جي اس وآخر يقول لك أنا جافا سكريبت وأيضا في الباكند أستعمل جافا سكريبت في الباكند يعني اللي هي رس أبياي أوكي إذن خدمات الواب تحتوي على ميتودات وهذه الميتودات هي إما get يعني أريد استرجاع البيانات إما post أريدك أن تدرج بيانات إما put أريدك أن تغير بيانات إما delete أريدك أن تحذف بيانات من أين تحذف أو من أين تأتي فهذا لا يهمني كخدمة واب هنا أنا يهمني فقط عندي ميتودات أستغلها أما أنت كمبرمج باكند أو كمبرمج خدمة فأنت طبعا عندما أقول لك آتي بالداتا ستعرف من أين ستعطيني الداتا إذن في البايثون هناك ثلاث فروموركات أو لبريري مشهورة يعني جدا في هذا الأمر هي جونغو وفلاسك وفاس أبياي وهناك الكثير كما قلت جونغو مستعمل كثيرا لأنه عنده مدة يعني وأقدم من فاس أبياي فاس أبياي جديد لكن لسرعته ولسرعة برمجته أولا سرعة في البرمجة وسرعة في الأذاء لأنه يشبه بما يعرف بالمينيمال أبياي الموجود في النات جياز والموجود في ال .NET Core مع C Sharp فهناك يعني تقنية جديدة أصبحت يعني سريعة في إنشاء خدمات الويب فالفاس أبياي يسعمل هذه التقنيات الحديثة أيضا فيها دوكومنتيشن يعني الخاصة لنسموها سواقر أوتوماتيكيا ننشئ تطبيق فاس أبياي فعندي دوكومنتيشن لا يحتاج أن أضيف مكتبات إضافية وأضيع وقت في ذلك أوكي إذن فاس أبياي سنبدأ إن شاء الله هذه الدورة بفاس أبياي وهذا الفاس أبياي لابد أن تعرف يعني عنده أهم عنصر هو أنه سريع سريع في البرمجة وسريع في الأداء لسه أنا من أقول سريع في الأداء يعني لم أجره ببعض حاليا لكن هذا ما يقال وهذا ما يعني حسب الكومينوتي كومينوتي البيثون التي قامت بتجربته طريقة التثبيت وسنعملها في الدرس القادم إن شاء الله بالتفصيل هو فقط أنك تضيف المكتبة عن طريق pipe install وتضيف أيضا خادم الواق وخدمة الفاس أبياي لابد أن يكون عندي الفاس أبياي والخادم الذي يثبت عليه يعني ينفذ عليه هذه الخدمة بعد ذلك نكتب الميتودات وهنا كمثال بسيط ميتود get هذا كل شيء نكمل في الدرس القادم موسيقى